أيضاً من ضمن الحاجات المهمة جداً اللي بتدريسها في أي organization هو الorganizational structure الشكل التنظيمي للorganization أو للمؤسسة دي فالorganizational structure عبارة عن إيه؟ قال لك organizational subunits and the way they relate to the overall organization زي ما احنا عارفين أي organization، أي مؤسسة، أي شركة، أي مصنع بيتكون من المجموعة من subunits عدة وحدات أو إدارات صح؟ تلاقي مثلاً دي إدارة المبيعات، إدارة المشتريات، إدارة خدمة العملة مش عارف إدارة الجودة، الـ HR، الإدارة المخصوصة أو المسؤولة عن الشؤون الموظفين هتلاقي كمان بقى لو أنت مصنع عندك إدارات تخص عملات التصنيع والإشراف على التصنيع والجودة بتاعت المنتجات وما شابه، ففي مجموعة من الـ subunits الـ subunits دي مش بتشتغل كل واحدة منهم في جزيرة منفصلة، لا دو دول related to each other في بينهم ومبعض علاقات وفي شغلة بينهم ومبعض الـ organizational structure هو ده الموضوع بتاعه بقى هو يوضح لك إيه هي الـ subunits اللي موجودة وإزاي الـ subunits دول related to each other طيب، categories of organizational structure عندنا أكثر من شكل أو أكثر من تصنيف للـ organizational structure عندنا حاجة اسمها traditional ده الشكل التقليدي عندنا حاجة اسمها project ده نظام قائم على المشروعات عندنا الـ team وده معناها أن الـ organization بتتكون من مجموعة من الفرق أو الـ teams وعندنا الـ virtual وده معناها أن الـ organization أو الـ subunits دي ممكن ما بتبقاش حاجة physical أو حاجة ملموسة أو حاجة وقعية لكن الكلام كله بيتم عن طريق وسائل التواصل المختلفة المنظر اللي قدامنا ده هو الـ traditional organizational structure وده ده ما احنا شايفين كده بيسموه الـ managerial pyramid ده الهرم التنظيمي ده الشكل التقليدي بتاع أي organization الـ organization بيبقى فيها مجموعة من الـ departments أو الـ subunits حاجة زي الماركتنج، التسويق، حاجة زي accounting، الحسابات، حاجة زي manufacturing، التصنيع وother functional areas بقى ناس مسؤولة عن الـ sales، ناس مسؤولة عن خدمة العملاء وما شابه ناس مسؤولة عن الـ transportation، ناس مسؤولة عن المخازن، كل دي subunits موجودة طيب، ليه بقى بيقولوا عليه هرم؟ لأنه زي ما احنا شايفين كده في أعلى الهرم خالص الـ strategic management ودول المديرين المسؤولين عن وضع الخطط الاستراتيجية بتاعت الـ organization الـ strategic management الخطط الاستراتيجية دي اللي بيقوم بتنفذها فعليا ما يسمى بالـ tactical management الـ tactical management بيبدأوا بقى ياخدوا الخطط الاستراتيجية اللي حطها الجماعة اللي في مجلس الإدارة اللي هم في أعلى الـ organization ويبدأوا يحطوا الخطط التنفيذية اللي على أساسها هيتم بالفعل الوصول إلى المستهدفات بتاعت الخطط الاستراتيجية دي تحت الـ tactical management دول بيبقى فيه الـ operational management اللي هم المديرين بتوع الأقسام أو رأساء الأقسام يقول لك ده رئيس قسم التسويق ده رئيس قسم الحسابات ده رئيس قسم التصنيع وهكذا فهم دول بيسموهم الـ operational management وطبعا تحتيهم بقى الـ non-management employees اللي هم العمال أو الموظفين العاديين ده موظف فيه قسم التسويق ده موظف فيه قسم الحسابات ده موظف فيه قسم التصنيع ده عامل بيوقف على خط الانتاج ده سواء بسوء الشاحنات بتاعتنا وما شابه فهنا قادي الـ traditional أو الشكل التقليدي لـ التنظيم بتاع أي organization طيب أمال ايه الـ assumption دي؟ الـ assumption دي بيقول لك ان كل ما احنا بنعلى فوق بتعلى ايه؟ بتعلى درجة التأثير والأهمية فمثلا لو احنا بنتكلم على decision authority مين اللي مخول ليه ياخد قرارات في الـ organization طبعا كل الناس اللي في المستوى اللي تحت خالص دول امكانية انهم ياخدوا قرارات ضعيفة جدا او تكاد تكون معدومة لكن كل ما تعلمه تلاقي نفسك من حقك تاخد قرارات يعني مثلا الراجل اللي هو مدير او مسؤول قسم معين من حقه ياخد قرارات ويطبقها في القسم بتاعه الراجل بتاع الـ tactical management ده ممكن ياخد قرارات ويطبقها على كل الإدارات اللي تحتيه الـ strategic management ممكن ياخد قرارات ويطبقها على الـ organization كلها برضو هنا impact on corporate goals مدى تأثير هذا المستوى في الأهداف بتاعة الـ organization طبعا برضو كل ما بيكون المستوى تحت كده بيكون تأثيره على الأهداف بتاعة الـ organization قليل لكن الجماعة اللي فوق خالص اللي هما الـ strategic management دول هما دول القرارات اللي بياخدوها اللي بتؤثر على مدى تحقيقنا الأهداف الـ organization من عدم عندنا كمان الـ uniqueness of problems تحت المشاكل تقليدية ومكررة لكن فوق المشاكل اللي هما بتعاملوا معها مشاكل كبيرة ومشاكل ما بتبقاش مكررة لا ده كل مثلا يجيله مشكلة في تغير المناخ اثرت على الانتاجية بتاعته مشكلة كارثة حصلت زي الكورونا مثلا مشكلة في وقف الطيران في بلد معين مشكلة في حروب قدت الى ان هو مش عارف يستورد مواد خام او حتى يصدر فدايما المشاكل اللي strategic management بتتعامل معها مشاكل يونيك مش مكررة كل يوم ومشاكل كبيرة لكن هنا لا ده مشاكل تقليدية واحد غاب واحد اتأخر مثلا مكينة عطلت مواد خام مثلا قلت شوية عن المحتاجينه النهاردة حاجات كلها مشاكل عادية وممكن حلها بسهولة فادي ما يسمى بالtraditional organizational structure زي بيقولوا كده بيرامد ها هرم مانجيريا البيرامد هنا طبعا بيقول لي ان traditional organizational structure هي hierarchical structure بناء هرمي major department heads ها كل مسؤول الاقسام report to a president or top level manager كل مدير من مديري الاقسام او مسؤولي الاقسام ها بي ريبورت ها لمين لي president president يعني ايه الرئيس بتاعه او واحد في مستوى اداري اعلى منه عشان كده ايه هي هرمية من تحت الفوق لكن في organizations بقى بيسموها flat organizational structure flat يعني مفيش البناء الهرمي ده اما الايه قالك لا the organizations empowers employees at lower levels اه ده هنا بقى ال organizations دي بتدي سلطات وبتدي امكانية اتخاذ القرارات للموظفين اللي في المستويات القليلة او المستويات الدنيا كل واحد منهم عنده امكانية ان هو يعبر عن رأيه وياخد قرار عشان يحل مشكلة من المشاكل اللي بتقابلهم في البزنس فشوف هنا بيوفز فهمك يعني ايه كلمة empowerment empowerment معناها gives employees and their managers more responsibility بيدلهم مسئوليات اكبر and authority وبيدلهم سلطة اكبر to make decision خدين بالكم ازاي يبقى كان النوع التقليدي لا اللي تحت ده مقدرش ياخد قرارات ده هو اللي ياخد قرار وياخد قرار بمستوى معين ثم بعد كده لو عاوز ياخد قرار اكبر يلجأ للمستوى اللي اعلى منه ثم بعد كده لو عاوز ياخد قرار اكبر يلجأ للمستوى اللي بعد منه وهكذا لكن ال flat organizational structure لا مفيش البناء الهارمي ده الناس بتتمتع بقدر يكاد يكون متساوي من المسئولية ومن ومن كمان الحرية او الامكانية ان انت تاخد ايه قرارات عندنا ايضا اشكال اخرى من ال organizational structure اهتفقنا اللي عندنا حاجة اسمها project organizational structure وعندنا حاجة اسمها team organizational structure ال project organizational structure centered on major product or services وده معناها يا جماعة ان انا كشركة عندي اكثر من منتج او بقدم مجموعة من الخدمات فهتلاقيني مقسم الناس اللي عندي في ال organization حسب ال project او ال product اللي هما شغالين فيه او حسب service اللي هما مسئولين عنه يعني مثلا انا لو بضرب مثال بشركة الاتصالات اما تدخل في شركة الاتصالات هتلاقي فيه ناس متخصصين وشغلهم كله فقط على المكالمات الصوتية فيه ناس تانية شغالين على الموبايل انترنت فيه ناس تالتة هتلاقيهم شغالين على الانترنت بتاع المنازل فيه ناس رابعة هتلاقي شغلهم متخصص في توصيل الشبكات والنتوركس وما شابه فاذا دلوقتي داخل ال organization الناس مقسمة حسب ايه؟ حسب ال project او حسب المنتج او حسب service اللي هما بيشتغلوا فيه صح؟ وهنا شوف بيقول لي ايه؟ many project teams are temporary يعني ايه؟ ممكن يكون عندك برضو الشركة مقسمة حسب المشروعات يعني مثلا مثلا انت لو شغال فيه شركة software هتلاقي الناس مثلا اللي شغاله فيه project مثلا مثلا خاص بالبانكينج solutions عاملين project لوحدهم كده طيب لو هما خلصوا ال project ده ايه اللي بيحصل؟ ال team ده اللي كان شغال في هذا ال project بيبدأ يتفرق تاني وكأنه لم يكن وكل واحد بيرجع الى الادارة بتاعتهم فعشان كده بيقول ان many project teams are temporary يعني بيبقى تجمعهم او تجمعهم تجمع مؤقت لغرض انجاز ال project وبعد كده بيتفرقوا طيب وبالنسبة ال team organizational structure الفكرة فيين؟ قالك هنا ال organizations centered on work teams or groups اه ده احنا هنا بقى عندنا teams يعني انت ده تشوفها حلو جدا في الشركات بتاعت السوفتوير هتلاقي team مثلا بتاع system analysts الناس اللي موجودة كلهم في ال team ده كلهم متخصصين في موضوع system analysis team تاني بتاع designers team تاني بتاع quality assurance او الجماعة بتاع testing دلوقتي لما بيكون عندك project فانت بتبدأ تجمع الفريق اللي هينفز هذا ال project من هذه الفرق او من ال teams المختلفة فتقولوا الله انا محتاج واحد يعني ينفز لي analysis فتروح واخد واحد من ال team بتاع system analysts طيب انا محتاج designer فتروح واخد designer من ال team بتاع designers طيب انا محتاج حد من ال quality assurance عشان يعمل لي system عشان يعمل لي testing فتروح واخد واحد من ال team بتاع quality assurance وهكذا اوكي فهنا centered on work teams or groups شوف هنا بيقول team can be temporary or permanent depending on tasks ال teams دي ممكن تكون برضو مؤقتة او دائمة الشكل الاخير من ال organizational structure اللي هو virtual organizational structure ال virtual organizational structure employs business units in geographically dispersed areas او هنا بقى احنا ما عندناش مكان للشركة او مكان محدد ال organization بتاعتنا وكل ال units دي موجودة فيه لا ده ممكن تكون ال business units دي متفرقة في اماكن مختلفة وممكن في بلدان مختلفة لكن ال business بيتم منهم عن طريق وسائل الاتصال المختلفة شوف هنا بيقول ايه people may never meet face to face ده انت ممكن تكون بتتعامل مع واحد سنين ومشوفتوش ولا مرة هو في بلد وانت في بلد allows collaborative work طبعا هنا فيه collaborative work بقى يعني ايه collaborative work هنا فيه تعاون كبير ما بين ال managers وال employees managers and employees can effectively work in groups even those composed of members from around the world ده انت عندك هنا groups كلها virtual groups ناش شغلها مع بعض من اكثر من دولة ويممكن مشوفوش بعض طول عمرهم وبيبضعوا وكل واحد بيبقى عنده حرية ابداء الرأي وحرية الاسهام في تحسين المنتج النهائي وطبعا ده اعتبر بقى شكل بالنسبة لنا تقليدي جدا في ظروف كورونا او الكوارث اللي هي بتمر بيها البلاد من حين الاخر ايضا هنتكلم على ال organizational culture and change اللي هي الثقافة بتاعت ال organization او الثقافة بتاعت المجتمع واللي هي بدورها بتؤثر على ال organization وبتؤثر كمان على ال information system في بعض القناعات كده بتبقى دايما موجودة في كل organization كل organization بيبقى عندها بعض القناعات القناعات او المفاهيم اللي كلهم ها متفقين عليه هو ده المقصود بال organizational culture وبيقول ان ال culture دي بتؤثر على ال information system يعني مثلا ممكن تلاقي organization عندها قناعة ان دائما الزبون على حقها مثلا يعني فاذا هتلاقي كل ال information systems مبنية بحيث ان هو تساهل على العميل الحصول على المنتج وخدمة ما بعد البيع وتساهل على العميل الشكوى وتساهل على العميل ارجاع المنتج لو مش عاجبه وا 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 هتلاقي كل الكلام ده بيبقى تأثيره في بناء ال information system نفسه وغضيب بالكم ازاي؟ طيب ال organizational change معناها ايه؟ قالك how organizations plan for لو فيه تغيير هيترق على ال organization او حتى ال organization بتخطط لإحداث تغيير في الاستراتيجية بتاعتها فهنا لازم يكون فيه plan plan خطة لل change ده فهنا شوف how organizations plan for ازاي شركة هتخطط لل change implement ازاي هتطبق اللي change ده and handle change وازاي هتتعامل مع التغييرات دي لو تغييرات ترقت عليها فجأة change model represents change theories by identifying phases of change and the best way to implement them طب دلوقتي احنا خلاص هيحصل change فعليا لازم نحدد الفاز المراحل اللي هنمر بيها عشان ننتقل من الحال اللي احنا عليه الى الحال اللي عاوزين نوصله and the best way وأفضل طريقة نتبعها to implement the theories how to implement the theories او النظريات المتبعة في احداث التغيير او الانتقال من حالة الى حالة اخرى نتوقف عند هذا القدر ونكمل الباقي في الجزء القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة